في البداية منتخبنا الواطني احنا في حالة دلوقتي انتظار للمنتخب وشكله الجديد مع كابتن حسام حسن ايا كان بقى الاختيارات يا كابتن لما خلاص دي مرحلة وانتهت مرحلة وانتهت والحقيقة هو اقتناعات كل مدير فني عنده اقتناعات وشايف ان ده الافضل هو في المرحلة دي وخلي بالك يعني من وجهة نظر الشخصية في ظل وجود كابتن حسام حسن لأول مرة مدير فني للمنتخب فهيبقى وهو بيختار يعني هيبقى حساس جدا مش هيبقى عنده زي ما بدوه كده تبتن يعني مش هتلعبه وخلاص لا ده انا هاخد الافضل عشان ده اول زهور ليا مع المنتخب في بطولة بقت على ارض مصر فانا عايز اخد رأيك في النقطة دي اللاعبين اللي متواجدين في الوقت الحال يشيولوا منتخبنا الوطني في بطولة يعني امش عايز اقول انها قوية لكن بطولة واحتكاك قوي الحقيقي لانك انت لو ان شاء الله عدتني زولان ده هتقابل الكسبان من تونس وكرواتيا كنت بتمنى انت بتقول ان هو يعني اللعيبة وان هو عايز ياخد الافضل بس هو ما خدش الافضل للأسف يعني بس احنا برضو احنا قلنا مرحلة الاختراض وانتهي انا كان نفسي بس هو رجع مصطفى شلبي اه ضحية لو احسين الشحات تصاب لأ هو ما تصابش يا حسين هو حسين قال ايا درسي هو حس بحاجة قال ايا درسي قالك شكرا عشان ان هو لا هو مش درسه كافلنا عدد خلفية يا عم خلفيت ايه وعمميت ايه فاكر برضو لما انت قلتلي الرشح في الانكل وما طلعش رشح في الرجبة ببا مش في الانكل ولا كان في الانكل الانكل يا الله انت اللي بتلسي العلاجات العلاجات بس بس احنا بتتمنى احنا بتتمنى ان حسام ينجح وانا اول واحد بس بصراحة بحكم الزمالة وحكم اه اختناعنا بيك لا لا انا بصراحة يعني انت انت عارف ان انا من اربع سنين وانا بقول حسام حسن حسام حسن بس انا تصدمت في الاختيارات ايه انا عايزه ينجح ومش عايز حد يعلق بكلمة ما خدش فلان لئيه خلي بالك اصلا الناس دلوقتي بقت تفهم خورة كويس قوي انت دلوقتي اه في المؤتمر وانا هنرجع بقى الاختيارات تانية عشان بس ايه نذكر الناس في المؤتمر قالك انا مش هقدر ياخد مصطفى شلبي ولا احمد فتوح عشان ان هم لسه راجعين من الاصابة راجعين من الاصابة من تواخد احمد نبيل كوكا وهو ما تحطش في المطش بتاع البنك الاهلي خالص وما تخدش الاسكور عشان ان هو مصاب فبيقولك ان هو مستقبل مصر ما عنديش مشكلة يلعب وخده اتاخده في القايمة عادة يعني انت موفق ان هو اتاخد في القايمة ما عنديش مشكلة يعانوا اخده عادة مشكلة ان هو ما اخدش العيبة برضو بنفس الشكل اللي هما لسه راجعين من الاصابة لا ان انت قلت عليهم ان هما لسه راجعين من الاصابة طب الراجل المصاب ده انا مش عايز حد يمسك عليك غلطة انت واخد بالك الكلام بتاعنا لازم يتفهم لازم كلامي يتفهم احنا عايزنا تنجح المقصود ان انت موجه نقد النقد كرتوحسان فقط لغير بدون ان انت بتقصدق ان انت مش عايز حد ينتقده يعني احنا مثلا لما بننتقده انتقدنا ليه لان الشارع كله انتقده فانت مفروض انت مش بتمشي مع الشارع كتا لا طبعا انا مليجي دعوة بالشارع ولا لقى دعوة بالميدان انا لقى دعوة باللي انا شايفه هنا اللي انا شايفه من خلال ده ضميري ثم اللي انا شايفه انت دلوقتي احمد فتوح ده حاجة بسيطة انت محمد حمدي مش العبلك المطش بتاع بوركي نفسه اللي هو رسمي الرسمي صحيح اول مطش رسمي اول مطش رسمي انا اجيب فتوح وجهزه لان ده احسن باكليفت دي حاجة تاني حاجة لو انت بتاخد من خلال مطش الاهلي والزمالك انا اقلت لك ايه فاتوح كان بيلعب على مين على اخطر لعيب في النادي الاهلي بيرسيتاو في مطش ده انت شفت بيرسيتاو نا كان بعيد الحاجة شفت اخترته ليه عشان بيلعب عليه لعيب حتى لو هو لسه اللياقة البدنية بتاعته ما اكتملتش بس هو عارف هو بيلعب على مين فطالما لعب واد لعب واد وابطل خطور بيرسيتاو يبقى لازم اخده لازم اخده الاف في كورة لان اللي انت واخده مش هيلعب والتاني لسه ملعبش ولا مطش دولة اللي هو محمد شكري فانا اخد ده انا كان نفسي يصحح وييجي لما اكدم مصطفى شلبي كان قالك وادم كمان احمد فاتوح هي مش عند هي مش مكابرة هو مش مقايد كمان بعدد يعني بغض بصح انت قلت وانت بتقول لي احمد نبيل كوك يا عم خده وعالبه ما كان الجهري الله ارحمه كان بياخد لعبه مصابه ويعالجها برا القايمة وتبقى تحت عينه انت فاهمني انت اخده وقول ان انا هعلبه تحت عناية محدش هي ده ريف تحبوقه ايه انما ما تطلعش في المؤتمر وتقول انا مش هضمه مصطفى شلبي اللي هو كان نجم القائل والزمالك اللي هو يعني تفوق على محمد ايش عايزين نقول حاجات تانية تفوق على محمد آني وانت لو بجد يعني بتاخد من خلال المطش ده ما كنتش خدت محمد آني بعد المطش ده وخدت مصطفى شلبي حسين الشحات في المطش ده يعني ما قامش بالواجب المطلوب اللي انت تضمه يعني احنا انا واحد من الناس لما في الاختيار بتاع افريقيا ما خدش حسين الشحات الراجل اللي اسمه فيتوريا انا طلعت وقلت لا كان لازم ياخد حسين فانت الوقت بتاع حسام كان داية فانت خد على مطش القلب زي وانك ما حدش يقول لك لا فانت لو ما خدتش حسين ما حدش هقول لك لا لاني كان وحش في مطش القمة صح؟ دي حاجة تانية حاجة او تالت حاجة واختبال حضرتك دي برضو عايز اعلق عليها للتابتن مدير الكرة قال قال تصريح وانا من وجهة نظري التصريح دا اللي عامل شرخي كبير قوي كبت ابراهيم حاسم اه بينه وبين اه صلاح قال لك لا هو كان لازم يجي عشان نطور اداءه زي ما طورنا شي كبالا قال لتصريح دا لا انا سمعتهوش دا صراحة لا 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 قال لتصريح دا لا يعني هو ما عطقتش قالوا يا عمي لا يا كبت ارجع التصريح دا ما تقلش ما تقلش في المؤتبس اتقال قبل كده دا امتى يعني اتقال على المواقع اللي قاله كابتن ابراهيم في الوقت دا ان احنا دا دا سيبك من المؤتمر الاخير ما ندرش يجيب حد غزبا عنه لا 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 دا المؤتمر الاخير لا هو في المؤتمر قابلي قال لك ان احنا اه ييجي عشان نطوره زي ما طور انت تطورتش كبالا طب شباب لو عندكم التصريح اه انت تطورتش كبالا يعني هتقولنا برضو خليتو بقى يلعب بدمغه خليتو بقى يلعب برجله ليمين معادة تطوير مش انت لما بتجيب دلوقتي محمد فاروق راجل الفروي بيلعب بدمغه بس انا بناميله ايه الدورانات بس انا شاف ان عملية تطوير عمران ما بتيجي في المنتخب الحقيقة ولا حد ولا حد في الدنيا بيقدر يطور حد وصلاح محتاج تطوير هو اللي بديه التصريح لا انا بكلم عن متن كابتر رضا اي بالعادة لا ما هو اي عادة محتاج تطوير حتى